التقى رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبولي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي دولة لواء ناصر فوزي وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز وخلال اللقاء استعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حاليا والتي تتضمن إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في مناطق غرب خليج السويس وإقامة محطة طاقة شمسية بنجا حمادي بمحافظة قنة وغيرها كما تناول العرض دراسة أبوه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة وذلك لاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية ومشروعات النفع العام ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة